موسيقى والاختيار كان واضح هو أنه الحكومة ستدعيم المهنية ديال النقل واللي كيمشي كقنفشي طموبيل وليفشي حاجة يتحمل كلفة ديالها لكن النقل يجب أن ندعمه لكي نحافظ على الأسعار ديال النقل الأشخاص والبضائه طبيعي جدا طبيعي جدا أنه في إطار العلاقة ديالنا مع النقابات ديال القطاع النقل أننا من نعملوا شي حاجة متميزة ولكن الحوار مستمر نحن بدينا الآن والحوار مستمر وكل لقاءات شي بهيومية بين القطاع المعني مع النقابات وهذه اللقاءات هي اللي تبقى تعطينا ذلك التصور ليكون محط يعني يكون محط يعني قبول من طرف الحكومة ومطر لكي لا نتوقع ومكتفيني الدين وكنت سننو على الأقل تلقنا هذه العملية التي تحضى كيف ما قلت يعني باهتمام كبير من طرف المهنيين بالنسبة المهنيين ديال النقل مهنية ديال النقل الحكومة قررت أنها تدعمهم على اعتبار أن هناك ارتفاع في الكلفة ديال المحروقات الحكومة تلقت مشموعة كبيرة جدا من الملفات وهذه الملفات تمت معالجتها ويتم مصرف هذه المبالغ المالية أول بأول البارح تم صرف يعني مبالغ مبالغ مهمة وقبل من أنه البارح وهذه الأيام كلها في المكي وجد شميلة في يتم صرفه لابد أن نأكد على أن هذه العملية كيف ما قلت الأسبوع الماضي هذه أول عملية كتقوم بها الحكومة في تاريخ تدبير ديال الملف المحروقات في بلدنا من النهار بدينا في هذا الموضوع هذا ديال التحرير ديال المحروقات أول مرة الحكومة تدعيم المهنيين ديال النقل قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا معنا فلاشين يوتيوب وبرجاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا الجام